موسيقى ويقلب في معهد كامبريج اكاديمي الاساتذ اللي داخل المعهد هم اساتذة نيتف نيتف سبيكا يعني كندين بريطان امريكان كثير كثير منح واستفدت كثير منهن واحلى اشي فيهن انه ما بيحكوش غير انكليزي والاساتذي هون عطوني كثير ثقة في نفسي ان احكي انكليزي وكثير استفدت الحلو هون والأهم من هيك أنه اللي حفزنا على هذا الشيء اللي هنال المدرسين اللي كانوا دائما يحفزون على أنه نمارس اللغة بشكل كتير دقيق جوا وخارج الكلاس تعلمنا منهم شغلات كتير حفزونا وساعدونا الأساسي جدا زوينين وكيحاولوا أنهم يحبطوا معاك النبو باش نشط تعلم كتعرفهم يعني كيفيدوك في شحن حاجات أبر دراسة كيفيدوك شف الحياة ديالك يعني كيعطيك واحد الأمل مش أنك تكمل عافية شليكين وتحسن في اللغة ديالك طبعا فادتني كثير يعني قلت لك أنا بديت من الصفر يعني نقلة نوعية صارت بديت من الصفر وانتهت إلى مستوى يعني جيد جدا أنه أقدر أتواصل أقدر أجاوب أقدر أسأل أقدر أتعامل مع أي إنسان آخر يعني سواء يعني جي يعني أقدر أتواصل مع كل العالم بما أنه اللغة الإنجليزية الأولى على العالم يعني طبعا إجيت لهون وبدأت من الصفر الأهم من هيك إنه مستوي كتير تحسن وتطور بمدة جدا يعني دقيقة وأصيرة اللي هي مدة أربعة شهور أيه بعدنا أتواصل في طلاب من المغرب العربي موريتانيا الجزائر أيضا طائر طلاب أفارقة من كل الجنسيات لأنه هو معهد معهد دولي يعني طبعا تعرفت على رفق كتيرهم من دول مختلفة تعرفت على ثقافات جديدة ومختلفة أنا من لما دخلت المعهد كامبرج تعرفت على كتير أصدقاءه والأجواء كتير حلوة لدرجة إنه صورت أتشجع يوم يوم أعجي على المهد وسيرين بصحب جديدي مني